من المرتقب أن تعقد الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية نهاية الأسبوع الجاري بواشنطن الدورة الرابعة من المباحثات حول الاتفاقية في إطار التجارة وكذلك الاستثمار تيفا والتي من شأنها فتح أبواب الاستثمار الأمريكي الجزائري تقول عاقلة حشاني بعد أن كثر الحديث مؤخرا حول تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعتزم الجزائر لتنويع اتفاقية تبادل الحر مع دول أخرى ولتفعيل هذا المسعى وتوسيع المبادلة التجارية الدولية ستحتضن واشنطن هذا الشهر الدورة الرابعة من المحادثات حول الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار تيفا بين البلدين زيارة بوشوارب الأخيرة إلى واشنطن عقبتها مفاوضات ثم لإعادة بعض التعاون في المجال الصناعي لسيما في الصناعات الميكانيكية تنويع مصادر الدخل وتوسيع النشاط الاقتصادي للجزائر هو ما يرتقبا تجسده اتفاقية تيفا خاصة وأنها فرصة لفتح مجال الاستثمار الأمريكي بالجزائر ترجمة نانسي قنقر